في العهد القديم الله تكلم من النار لموسى تكلم على الجبل كان فيه ظهورات لكن هذه الظهورات مش التجسد التجسد هو الكلمة يسوع المسيح في ملء الزمان إذا ممكن توضح لنا أكتر الفكرة اللي ابتديت فيها إنه أوكي لا يستحيل على الله شيء هل يريد؟ خلينا نبتدي هل يريد الله وليه؟ الله ناطق بكلمته فبنأكد على فكرة أنه الكلمة هنا هي أقنوم إلهي الله حي بروحه وأيضا روح قدس أقنوم إلهي هل يريد الله أن يتخذ هيئة البشر الكلمة شخص المسيح؟ هل من المناثب أنه يأتي في هيئة البشر؟ الإجابة بكل تأكيد نعم لأنه آدم عندما أخطأ دخلت الخطيئة إلى العالم وكلنا رضينا أو لم نرضى عرفنا أو لم نعرف توارثنا هذه الخطيئة بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم فكان لابد أنه يكون فيه إنسان آخر من نوعية تانية له البر الكامل كما حسب علينا خطيئة آدم يحسب لنا بر المسيح دخلت الخطيئة إلى العالم وما كانتش عقوبتها الترد من الجنة دي كانت مجرد نتيجة يعني أدي مثل لو فيه موظف أو مدير بنك كانت تهمته تهمة اختلاث أو تهمة مخلة بالشرف فلابد أن يطرد من عمله فورا لكن هل ترد من عمله هو العقوبة؟ ولا لابد أن تنظر القضية في محكمة ويكون في حكمة على هذه الجنحة أو على تلك الجناية؟ من المؤكد أنه الترد من الوظيفة شيء والحكم القضائي شيء آخر هكذا بالنسبة لآدم ترد من الجنة لكن دي ما كانتش عقوبة الخطيئة الكتاب ما قالش أنه يوم تأكل منها تترد من الجنة لكن قال يوم تأكل منها موتا تموت وبالفعل دخلت الخطيئة وبالخطيئة الموت اكتاز الموت إلى جميع الناس هل من مخلص؟ هل من منقذ؟ هل من شخص يحمل عنه خطيانة ويموت نيابة وكفارة عنه؟ الإجابة لم تكن في أي إنسان عادي ولا مجرد نبي ولا حتى ملاك من الملائكة ولا رئيس ملائكة لكن كان لابد من تجثد الكلمة لكي ما يموت ويخلص لأن الملائكة مخلوقة نعم ولازم يكون في ولادي يعني يكون إنسان عشان يعالج مشكلة الإنسان ولازم يكون إنسان كامل بلا خطيئة ده اللي حضرتك بتقوله اللي بنسميه شروط الفادي يعني لو أنا محكوم علي بالموت مين ينفع يموت لأجلي؟ مش مجرد شخص يحبني يموت لأجلي لأنه لا يملك روحه علشان يقدمها نيابة عني فلازم تكون روحه ملكه وما فيش كائن من كان لا بشر ولا ملائكة يملكوا أرواحهم لأنهم مخلوقين فكان لازم لهذا الكائن أن يكون غير مخلوق ومش هيموت عني فقط لكن هيموت عن كثيرين فلابد أن تكون روحه غير محدودة ولابد أن يقدم ذاته طوعا واختيارا كل هذه الشروط متوافرة في شخص المثيح